الحمد لله مرحبا بكم مع دروس الحج من أجمل دروس الحج أن تعلم أيها العبد أن المعبود وهو الله جل وعلا عندما أمهلك ومد في عمرك ودعاك للحج أنه يريد أن يهدم بالحج ماضيك المخلوقين دائما ما ينسون أخطائك لا ينسون زلاتك بل إن بعض المخلوق يقول قد عفوت عنك مرة ومرة والثالثة ثابتة الله منذ أن خلقت وبلغت وأنت تعصيه في الليل والنهار ولزال يمهلك ولزال يعطيك ولزال يحلم عليك ثم دعاك في الحج فأجبت إذن هو يريد أن يعتقك من النار أن يجعل الماضي كله سرابا ورمادا أما علمت قال الحبيب لعمر بن العاصي رضي الله عنه أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله أحبابي أليست نعمة أن نذنب نعصي نفسق نفجر نرتكب الكبائر نرتكب الكبائر ثم نأتي إلى الله ملبين فيولبي كل شيء منها هنا وكل شيء منها هنا أي أن الكون كله يلبي إذا لبينا والله يفرح بتوبتنا ويغفر لنا ويهدم بالحج ذنوبنا فأقول لك يا عبد الله أين أنت من الله أين أنت من الله لازال يعطيك أتدري ما هي أمنيات الموتى أعظمها والله أن يحج البيت الحرام أن يتوب من الذنوب والآثام أن يصلي لله وكان لا يصلي أن ينفق وكان لا ينفق والله إنها أمنيتهم أمنيات الموتى واقع حقيقي في حياتنا نستطيع أن نحققها نحن إذن من دروس الحج أن الله يقبل العبد ما لم يغرغر الروح لا زالت فيك الله يقبلك لا تعدد لي ذنوبك فإن الله يعلمها ورآها والذي ستره الله عن عيون الخلق ونحن نعمله وهو يراه كثير نسيناه وقد أحصاه الله ومع هذا السجل الكبير من الذنوب يدعونا ليغفر لنا إن حججت فما أهنأك وإن لم تحج فإنه في جوف الليل ينزل جل وعلا في الثلوث الأخير ليغفر للمستغفرين اللهم اغفر لنا وللمسلمين يا رب العالمين استودعكم الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة